بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجلسة في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أتشرف وأسعد بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن علم الوراثة وعلاقته بإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هذا الحديث ممتد لجلستنا السابقة تحدثنا فيها عن علاقة الوراثة ومدى علاقتها بإصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في هذه الجلسة نستكمل ما بدأنا بإذن الله تعالى تكمن الأهمية في هذه النقاط نحن كمعلمين وتربويين وعاملين كل من يتعامل مع هؤلاء الأطفال مهم جدا لديهم الجانب التربوي والسلوكي كيف أعمل على تعديل السلوكيات لهؤلاء الأطفال كيف أقوم بتعزيز السلوكي اتفاء السلوكي بعاد السلوك إيجاد سلوكيات جديدة تعويض هذا الطفل عن أن يقوم بأداء مهامه وإدراك الوقت في الوقت المحدد كذلك أساليب تغييرات على بيئة الصفية المعلم في طريقة التدريس كل هذه الطرق هي التي تهمنا بشكل كبير في العملية التعليمية والتربوية والسلوكية مع هؤلاء الأطفال ولكن مهم كذلك جدا أن نعرف ولو إشارة بسيطة ولو مدخل بسيط إلى الجوانب الوراثية والعصبية الجوانب الوراثية والعصبية التي تؤدي إلى اطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ليكون لدينا إلماما واضحا بهذا الاضطراب وبإذن الله تعالى الجلسات القادمة وفي كثير مجلسات السابقة تحدثنا عن بعض الأدوات التي تساعد في زيادة الانتباه والتركيز لهؤلاء الأطفال ولكن من المهم جدا كذلك أن نعرف أسباب ظهور هذا الاضطراب لهؤلاء الأطفال من الجانب الوراثي من الجانب العصبي كذلك ولو بإلمام بسيط قبل الدخول في تفاصيل عمليات التعديل نبدأ على بركة الله تشير الأبحاث حاليا إلى أن ما يتراوح من 44 إلى 25 جينا قد يتسبب في اطراب فرط الحركة وضعف الانتباه هذه الجينات لا تختلف عن تلك التي تظهر في الناس العاديين إذن هذه عدة جينات تظهر بنفس الشكل لدى الأشخاص العاديين فيتوقع أن هي التي لها علاقة بالطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إذن بعض الإشارات إلى أن هذه الجينات تتعلق بإطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لذلك لا يرتبط أي جين محدد أو جين مرضي بالإصابة بإطراب فرط الحركة وضعف الانتباه كما هو موضح في أي اطراب من الإطرابات العصبية الشديدة هناك أحيانا لدينا بعض الإطرابات العصبية الشديدة يتبين لنا ما هو الجين الذي له علاقة بهذا الإطراب ولكن في فرط الحركة وتشتت الانتباه العديد من الجينات ربما لها علاقة لا يختلف كذلك هذا الجين عن الأقران العاديين لهذا الطفل الذي لديه إطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تعني هذه العشوائية الوراثية أيضا أن ظهور حالات بأعراض مماثلة لهذا الاضطراب قد تكون نتيجة لجينات مختلفة هذه الاختلافات يمكن أن تؤدي إما إلى اختلافات طفيفة أو حتى مهمة في طبيعة اضطراب فرد معين بعض الأفراد أكثر اندفاعا والبعض الآخر أكثر تشتتا وهو ضمن احتمالية التعرض لاضطرابات أخرى أو الاضطرابات الأخرى مثل الاكتئاب والاضطرابات التعلم والتدخين أو أي سوء تصرف وحتى الاستجابة لمختلف الأدوية وغيرها من العلاجات إذن هذه الاختلافات كذلك بالتالي تؤدي إلى اختلاف في ظهور هذه الأعراض لهؤلاء الأشخاص فربما باختلاف هذه الإصابات ربما شخص لديه فرط حركة وشخص آخر لديه تشتت انتباع هناك شخص لديه اضطرابات مصاحبة كاضطرابات النوم أو مشابهة لهذا الاضطراب الاكتئاب كذلك بسبب الاختلاف في هذه الجينات يختلف أعراض وبوادر ظهور هذا المرض من شخص إلى آخر باختلاف الحدة والنوع كذلك نحن نتحدث عن تشتت انتباع عن الاندفاع عن فرط حركة كذلك كل هذه الأعراض الرئيسية الثلاثة تختلف شدتها وحدتها من شخص إلى آخر من هؤلاء لنقول الأعراض الرئيسية لإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يمكن أن تنشأ حالات جديدة من اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه في الأسرة بسبب الطفرات الوراثية في جينات الاضطراب الخطرة التي تكون ضمن البويضة أو الحيوانات المنوية تنتقل هذه الطفرات إلى الأطفال مما يخلق خط جديد من خطر اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه في الأسرة على الرغم من أن الوالدين لا يعانون من أي اضطراب أو أي عامل خطر مرتفع إذن ربما الوالدين التاريخ الأسرة لا يوجد طفل لديه اضطراب فرط حركة أو أحد منهم لديه فرط حركة وتشتت الانتباه ولكن ربما تحدث الطفرة تؤدي إلى إصابة الطفل باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه رغم عدم وجود أي مؤشرات سابقة أي عامل خطرة كانت تعطي مؤشرات ملامح إلى أن ربما الأطفال هؤلاء الوالدين يصبح لديهم اضطراب فرط حركة وتشتت الانتباه ولكن تحدث بسبب هذه الطفرة تحدث هذه الأعراض لإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حديثنا عن المشاكل الوراثية ولكن لنكسر قليلا من الجمود وهو في الأساس جميع الدروس التي لدينا متعلقة بأساليب وطرق وأدوات وكيفية تعامل مع هؤلاء الأطفال والمراهقين كذلك الذين لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ولكن أشرنا إلى أهمية أن يكون أحيانا لدينا معرفة وخبرة وإلمام بهذا الاضطراب من جميع جوانبه عندما أتعامل مع هذه الحالات بشكل كبير نحن دائما نتحدث عن وهذه الخطوة ربما فعالة أكثر لدى الفتيات عندما تصاب البنت التي لديها اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه غالبا نحن نتحدث أن البنات يكون لديهم تشتت انتباه أكثر من الأولاد بينما الأولاد يكون لديهم فرط حركة واندفاعية وأحيانا قد تكون مجتمع جميع هذه الأعراض ولكن عندما تصاب على سبيل المثال البنت فيه نوبة غضب بتوتر شديد عدم نجاح في اختبار ما أدى بها إلى هذه الحالة من التوتر والغضب ربما أقوم بإعداد صندوق صغير على سبيل المثال حقيبة صغيرة هذه الحقيبة على سبيل المثال هنا لدينا حقيبة لا نتحدث إما صندوق كبير أو حتى حقيبة صغيرة هي تحب هذه العرائس على سبيل المثال أقوم بجمع هذه العرائس وهذه العرائس كاملة في هذا الصندوق أقوم بتغطيته لا يكون معزز دائما تقوم بمشاهدته مما يفقد أهمية هذا الصندوق وأجمع فيه جميع الألعاب هي تحب بعض هذه الكتب على سبيل المثال قصة جميلة لديها أجمعها في هذه الحقيبة بعد ذلك عندما يكون لديها حالة من التوتر وعدم التركيز فأني أقوم بإعطائها هذه الحقيبة تجلس لفترة نصف ساعة وهي غالبا فعالة مع الفتيات نحن نتحدث البنات الذين لديهم اطرافة حركة وتشاتوا اتباه لإبعاد هذا الغضب والتوتر والقلق الذي لديها تجلس مع هذه الألعاب المفضلة لديها الدمى القصة المفضلة لديها قمت بجمعها وإعدادها في هذه الحقيبة هذا الصندوق الذي أعلم أن هذه الألعاب جميعها جميع المحتويات فيها هي محببة مفضلة لدى هذه البنت تجعلها تجلس لفترة عشرين دقيقة نصف ساعة عشر دقائق حتى يهدأ الشعور بالاكتئاب والقلق والغضب والتوتر بعد ذلك تمارس حياتها بمعنى بشكل طبيعي ولكنها جعلت تذهب في حالة من الهدوء والاسترخاء مع هذه الألعاب المفضلة لديها لفترة معينة تتناسب مع حالتها وإبعاد الشعور بالقلق هذا يساعد كثيرا عند التعامل مع هؤلاء الأطفال والمراخي جميعا ذوي طراب فرط الحركة وتشتت انتباه هي بعض الوسائل أردنا إدراجها فقط في هذه الجلسة لبيان بعضا من الطرق والوسائل التي تستخدم مع ذوي طراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الجلسة السابقة أشرنا إلى بعض الألعاب التي تساعد تكون لديه دافعية وحماس أكثر ليقوم بأداء بعض المهام التي هي مملة مملة لهم أن يقوموا باستخدامها مثل الأعمال التي تطلب عدة خطوات وتحتاج إلى وقت مثل نظم الخرز فقلنا بإحضار بعض الألعاب التي تساعد في تقوية المهارات الدقيقة وهي ليست على سبيل المثال من النظم بالخرز إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة وإلى نهاية حديثنا بشكل مجمل عن علم الوراثة وعلاقة وبيطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه شكرا لكم على طيبي المشاهدة تشرفت بتواجدي معكم من خلال هذه الجلسة الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة بإذن الله دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته